أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام الفين واثنين وعشرين وبدأ التقرير بمقدمة أشارت إلى أن السلسلة الطويلة من أزمات حقوق الإنسان في هذا العام تنتهي إلى استنتاج أن السلطة الاستبدادية المطلقة تفضي إلى معاناة إنسانية هائلة وجاء في هذا التقرير أن قادة عالميين تجروا بازدراء بالتزاماتهم الحقومية وأن إدارة بايدن خففت انتقاداتها للانتهاكات والاستبداد رغم تعهداتها كما أضافت مقدمة التقرير أن المعايير المزدوجة لم تقتصر على القوى العظمى بل على كثير من الحكومات التي لم تلتزم بتعهداتها وأن هناك مساحة أكبر لظهور تحالفات وأصوات قيادية جديدة تعمل على تغيير واقع حقوق الإنسان هذا واعتبر تقرير المنظمة أن ملف أكرانيا يحمل مثالا إيجابيا حيث أن من الإيجابية تفعيل نظام حقوق الإنسان العالمي لمحاسبة روسيا وتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان واستدرك التقرير أن على الحكومات أن تفكر كيف سيكون الوضع إذا قام المجتمع الدولي ببدل جهود لمحاسبة بوتين قبل ذلك في عام 2015 على انتهاكاته في سوريا أو القمع في روسيا وأشعر أن الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من فضائع صعد إلى قمة أجندة حقوق الإنسان في العام 2022 أشار التقرير أيضا إلى أن الأمم المتحدة وجدت عمليات قتل غير قانونية للمدنيين وجرائم حرب كررتها القوات الروسية بعدد هائل كما أظهرت معلومات عن إساءة القوات الأوكرانية معاملة أسر الحرب وإعدامهم بإجراءات موجزة بما قد يشكل جريمة حرب أن كل من أوكرانيا وروسيا استخدمت المدارس للهجمات العسكرية ما أدى لتضررها كما استخدم كل البلدين قضائف عنقضية في الهجمات وأشار التقرير أشاد بترحيب أوروبا بملايين اللاجئين الأوكرانيين لكنه قال إنه يظهر المعايير الأوروبية المزدوجة في معاملة طالبي اللجوء من بقية الجنسيات